موسيقى مساء الخير بيس بي أبو نيو قبل خمسين سنة كنت شابا يافعا لا أعرف من المعرفة والحياة أكثر من لغة المخيم ووجوه أهله وتلك الكلمات التي صاحبتني في مشوار حياتي كلمات أبي يا أبي أحمد بدي أشوفك دكتور أو مهندس وبي أفخر بيك هذه الكلمات التي عاشت معي في طول مشوار حياتي هذه الصورة هي لأحمد يوسف قبل خمسين سنة حاولت التعرف بين وجوه زملائي في الإعدادية لم أستطيع أن أتعرف على صورتي رغم أن يعرف الكثير من هذه الوجوه من زملائي في الصغف التالي مجموعة صور بعد ذلك بعد خمسين سنة بعد رحلة الإغتراب والسفر والترحال هذه صورة داخل البيت الأبيض مع سيدة أمريكا الأولى ميسي كلينتون وهذه مع الرواء الأمريكي الشهير تومي كلينسي والذي سعدته للعمل بكتابة بعض الأبحاث له عن الإسلام وعن الشرق الأوسط وهذه مع المستشرق الأمريكي تونيس بوسيتو رئيس مركز التفاهم الإسلام المسيحي في واشنطن وهذه طبعا صورة معروفة للزعيم العقيد القذافي داخل قصر العزيزية في طرابلس وقد كنت أقوم بمهمة إنسانية ذات طبيعة سياسية هذه صورة لي مع قيادات الجالية العربية في واشنطن هذه الصورة والتي اعتز بها كثيرا أخذت عام 2003 تجمعوني وأنا بعض يهود أمريكا من جماعة نتورا كارتا وهم كانوا يقفون معنا في التظاهرات وتحركات الاحتجاجية عندما كنا ننتصر للقضية الفلسطينية وهذه الصورة أخذناها في غزة عندما جاءوا كمتضامنين في لجان أو حملات كسر الحصار عن قطاع غزة استقبلناهم هنا في قطاع غزة مع دولة رئيس الوزراء في الحقيقة نحن بعد نكس السبعة وستين قبل النكسة لم أخرج من غزة ولم أغادر المخيم بعد سبعة وستين فتحت آفاق الأط هنا وبدأنا نسافر أول سفرة كانت إلي أطلع فيها من المخيم كانت زيارة لغزة للمدينة حضور فيلم سجان عن الهد لأول مرة وأنا أتفرج على الفيلم وهالجمالي الطبيعي في المناظر اللي كانت داخل الفيلم بأول مرة أكتشف أنه فيه بلد أكبر أكبر من غزة وفيه جمال خارج غزة وبعد ذلك سفرت إلى الضفة الغربية ومنها إلى تركيا لتلقي تعليمي الجامعي بديت أفهم وأدرك معنى سيروا في الأرض فانظروا هذه الأرض عليها الكثير مما يستحق الحياة لذلك بدأت رحلتي وسفرياتي لبلدان كثيرة في يوم من الأيام كنت يعني وأنا أتدبر هذه المعاني وهذه الآيات كنت أقول سبحان الله الإنسان فينا كل إنسان فينا يخلق وفي داخل مثل هذا القلم قلم معنا ويسكن في داخلنا هذا القلم له وجهان وجه نكتشف فيه ونسطر كل جديد في هذا الكون كل اكتشاف إن في هذا الكون هذه الممحات التي تعمل على شط الكثير من المورثات المجتمعية والتقاليد والعادات التي ورثناها وكلما اكتشفنا شيء اضطرنا أن نعود لهذه الممحات لشط شيء ربما كنا تربينا عليه وهو يعني أفكار مسبقة أشياء كثيرة نظرتنا للآخر الصورة النمطية عن الآخر بدنا نكتشف أشياء كثيرة عندما سفرت إلى الغرب بدأت أستخدم هذا القلم كثيرا في كتاباتي وما كنت يعني أكتب للعالم العربي في الصحافة العربية أو في المجلات الأمريكية حتى ما كتبت بنيورك تامز والواشنطن بوست والوورد تريد سينتا عفوا والكريستيان ساينس مونتو متعت هذا القلم هذا الرفيق الذي شاركني حلي وترحالي وكان دائما يفتجع إلى جانب حتى في وقت مناني كان يقضني في الليل لأكثر أمريكا والعالم الغربي الذي خرجت إليه تعلمت منه الكثير في يوم الأيام كما قلت يعني أشياء كثيرة خرجنا من نمطياتها في يوم بعد الناس ما شافوا هذا الدكتور أحمد زوج بنته عقل واحد تركي وزوج بنته مفاز باندي بدأت الناس تسأل شو هذا الرجل ما هي يعني الناس متعودين أنه في بلدك متزوج في بلدك أما تخرج لا تركيا ولا للهند كنت أقول لهؤلاء الناس الذين جاءوا مستغربين تقالوني عن دوافع مثل هذا الزواج كنت أقول لهم أنه أنا بناسب أمم وحضارات لها تاريخ ومجد تلي نحن كفلسطينيين أصحاب قضية منسية فأنا أريد أن أصل للعالم من خلال أبنائي وأحفادي حتى ابني الذي يحمل الجنسية الأمريكية كنت في لحظات أفكر أنه زوجه صينية أو روسية نحن نحتاج إلى هذا الانتشار والتواصل مع العالم العالم الذي اكتشفت واكتشفت أن فيه الكثير من الخير والكثير من المعروف والكثير من الصداقات التي نحتاج لها دائما بقى تجيني بعض الأصدقاء وبعض نساء الحي فألك يا دكتور بتلقي الناش لهالبنات أرسان مثل أرسان بناتك أزواج بناتك كنت أشعر في تلك اللحظات بالفخر بعد كثير من التساؤلات والاستغراب اللي كنت ألمح في وجوه حتى بعض الأصدقاء والأمر الذي اضطرني إني أكتب كأني أدافع عن نفسي لأني بناتي طلعوا برة أرض فلسطين لكن ما شاء الله بعد ذلك كثر اللي تزوجوا ماليزيين وأندونيسيين هذا إضافة للناس اللي تزوجوا في الدول الغربية دائما نحن كنا نسأل كنا بنحب التعايش وكنا بنحب أن نتجه ونطلق باتجاه الآخر وننفتع على هذا الكون لكن في لحظة من اللحظات نلاقي أننا بنخاس من الاختلاف نرتعد من الآخر هذا بسبب الاختلاف رغم أن الله سبحانه وتعالى يعني أرادنا أن نكون مختلفين قل لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين لكن هذا أردنا الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خلق هذا الكون مشرقه ومغربه لكي يتعارف العالم وأن ننطلق باتجاه بعضنا البعض وأن نكامل هذه الحضرات تكامل بعضها البعض في يوم الأيام في كان حضارة إسلامية في حضارة رومانية بيزنطية والآن في الغرب لديه الكثير من الوجوه الحضارية فيه الكثير مما يمكننا أن نتعلم منه لما خرجت من غزة كنت أعتقد أن غزة هي محور الكون ونقطة الارتكاز الأممي فذا اهتزت جدران في غزة ربما تهتز باريس ولندن ونيويورك وواشنطن اكتشفت عندما خرجت أن غزة وحتى فلسطين مش موجودة على الخارطة لهذه الدول وبالتالي وين غزة؟ غزة التي خرجت أحمل جواز إسرائيل ترافل دوكيومينت لازي باسي ما فيش فيه جنسية فلسطينية ولكن عقدت العزم أن أثبت فلسطينيتي في كل محطات حياتي ولذلك انفتحت على هؤلاء المفكرين والأدبات الغربيون وشركت معهم منصات الخطابة في المؤتمرات سوى داخل أمريكا أو في أوروبا أو حتى في بعض الدول العربية وجدت أن هذا الكون فيه الكثير الكثير من الخير لكن نحن خرجنا بموروثات كثيرة سلبية لمسنا أثارها فيما بعد نظرتنا للآخر نظرتنا للعالم كانت سلبية بشكل كبير جدا نشأت معنا بعض الأشياء التي تورثناها من قصص أحاديث الآباء حول قضية الآخر وكيف الناس تخلوا علينا وضيعونا كفلسطينيين وبالتالي نشأ مشاعر أحسيس من العداء والكراهية والغروب والتطرف الذي ندفع ثمنه الآن كنت أدرك وربما هذه المحطة الأهم في حياتي كانت أحداث سبتمبر تلك الأحداث التي عشناها لحظة بلحظة تلك الأحداث التي عشنا لحظاتها ونحن نتفرس وجوه الأمريكان عندما وقعت تلك الانفجارات وخلقت تلك الأحوال المأساوية أمريكا لم تتصور في يوم الأيام أنها ممكن أن يداهمها وتحدث فيها مثل هذه الأعمال المؤسفة وانفجار يعني عنوين كبيرة البنتاجون والورد تريد سينتر ما كان أحد يتوقع أن تحدث مثل هذه الأحداث في أمريكا كان الأمريكي آمن مطمئن طوال الوقت وفجأة بدأوا يسألون عندنا نحن بالمساء بعد هذه حالة الصدمة والذهول التي لمسناها في وجوه الأمريكان لقد لمست ورأيت بأم عيني تلك الملامح في وجوه الأمريكان المفزوعين والذين أصابهم الهلع في لحظة من اللحظات بدأت وسائل الإعلام تتحدث في مسلمين ربما يقفوا خلف هذا العمل الإرهابي حسب ما كانت تتناقل وسائل الإعلام وبدأت تركيز الإسلام والمسلمين تطرف غلو إرهاب وما إلى ذلك يا الله هذا دين الرحمة أصبح الآن في وسائل الإعلام ومن خلال حملات الإسلام وقوبيا مهدد وأصبحنا نحن كمسلمين نتبتعد فرائصنا خوفا فكلما قرق الباب أحد كنا أقول هذا أكيد الأجهزة الأمنية الأمريكية جاء تعتقل ودينا نسمع عن أرقام ارتقالات كبيرة وأيضا استدعاءات كثيرة لقيادات للجالية المسلمة والعربية هذه الحالة من الفزع بدأنا نفتش وين يمكن أن نجد طريقا للخلاص بدأنا نفتش تجدين في بعض الناس بعض الأصدقاء أنا أتذكر يعني صحيح أحد الزملات أو الزميلات في العمل دكتورة لورا دريك بروفسور في الجامعة الأمريكية في واشنطن جاء تقولي دكتور يوسف قولي غير يا بنت الناس قالت لي كل ما بنيتموه في أمريكا خلال عقدين من الزمن فقدتموه وصار يقولوا في بدوي هيئوا لكم معسكرات اعتقال في نورث كارولاينا وما إلى ذلك أسوى بما حدث لليابانيين من قبل هذه الحالة وهذا الفزع بديت أنا أفكر بدينا إحنا نتعرف في كاننا أصدقاء مسيحيين وفي كاننا أصدقاء يهود وحتى في بذين دعونا نلجأ لنتواصل مع هؤلاء وفعلا بدينا نجلس معهم بدوا يعني يهدوا من روعنا وأن أمريكا بلد ديمقراطة وفي قانون ولن يؤخذ أحد بجريرة أحد آخر وبالتالي ما إنهم بدوا يفتحون بيوتهم اللي خالف اللي خالف نعم صارت حجرة واسعة من أمريكا من ولايات الشمال باتجاه كندا وفي بعض الناس شهد أزالوا أخذوا أولاده وطفشوا بسرعة هذه الحالة من الهستيريا نعم عشناها وعشنا معها تلك المعاني الجميلة لهؤلاء الناس من المسيحيين واليهود الذين فتحوا لنا كنائسهم وكنسهم واستضافونا أحيانا لعقد اجتماعات نفكر كيف يمكننا أن نخرج من هذه الورطة ومن هذا الاتفاق كانت أمريكا بالنسبة بلد أنه مثل مثل الجنة نتحرك فيها بحرية وبدون أي مشاكل إلا أنه مع هذا حالة الإسلاموفوبيا هذه بدأنا نشعر بالقلق ونخشي على أنفسنا وعلى أولادنا وبناتنا هذا مع دانيل بايتس أكثر الناس كراهية من المسلمين استضفت في مركزي وأدرت معه حوار بينه وبين مسلم ودعين عدد كبير من الناس ووسائل الإعلام لتغطية اللقاء كانوا يتحاملون علينا ونحن ليس لنا جرير في كل ما وقع والعالم كل بيعرف ذلك لكن كون الناس الذي يعني أشير لهم بأنهم مسلمين حملون نحن وزر هذا العمل أحداث كانت قاسية وصعبة علينا لكننا اكتشفنا كم في الآخر من فضل هناك في الآخر اللي احنا عشنا في جده لفترة طويلة عزلنا أنفسنا عن الآخر وعشنا في جده اكتشفنا هذا الآخر أنه يمكن أن يكون سند ونصير مدافع عننا وعن حقوقنا وشفنا مؤسسات وأكاديميين يقفوا دفاعا عن حقوقنا المدنية كوننا احنا مواطنين نعيش في هذا البلد مواقف كثير أثرت لي أيضا أحيانا كنا بنشوف أنه والله ربما الخلافات الدينية والعرقية ممكن تكون سبب في أن تأزل الناس عن بعضها البعض وهي سبب في هذا العنق وهذه الصراعات اللي موجودة حول العالم في عام 1998 سفرت إلى سويسرا في مهمة أيضا ذات طبيعة خلفية سياسية وطفت في مدن سويسرا كانت هناك ساعة من الوقت وتيسيرات فسفرت إلى عدة دن سويسرية فاكتشفت في ناس تحكي فرنسي في جنيه في ناس تحكي ألماني في زيوريخ في ناس تحكي طياني والناس تحكي لغة فرنسية وإيطالية وعلمانية ولكنهم تعايشوا رغم هذه الخلافات العرقية واللغوية والدينية تعايشوا فيما بينهم وصنعوا حضارة وصنعوا دولة واعتبروا من أعظم الدول أمنا واستقرارا وازدهارا في أوروبا أيضا عندما سفرت إلى بلفز في عام 2006 في مهمة شبه سياسية هذا البلد اللي طول عمرنا بقينا نسمع عن العنف والصراعات بين الطوائف الموجودة بالفست عاصمة إيرلندا الشمالية صراعات كثيرة كنا نعيشها نسمع عنها وتفجيرات كل يوم وفي مناطق لا يستطيع الإنسان الوصول إليها تشفت أنه هذا أصبح بلد سياحي والناس جالسة مع بعضينا وصرنا نجلس مع ناس من مختلف الطوائف اللي موجودة في بلفز كانت رحلة جميلة تعلمت منها الكثير إضافة لرحلاتي لبلدان كثيرة يعني أنا زرت باكستان وأفغانستان زرت القارة شبه القارة الهندية زرت بريطانيا زرت النويد يعني بلدان كثيرة في أوروبا لا تعد ولا تحصاكا لفرصة أن أتنقل إليها زائرا إما يعني كضيف متحدث في مؤتمرات أو مجرد زيارة للتعرف على ما في هذه البلدان من ثراف وتاريخ باعتبار أني أيضا أنا عملي كإعلاني بالطلق مني دائما أن أنمي قدرات من شكلها للحظة من اللحظات وأنا في أمريكا في عام 2003 بدأت أفكر هذا الكم من المعرفة التي خدمني هذا القلم أن أسجلها وأذونها كتب فتب عندك كتب في أمريكا باللغة الإنجليزية بتحكي عن التعايش وعن الشعوب والأمم وكيف تلاقت وتلاقحت فيها الأفكار وصنع الحضرات يعني نعتز بها ونفقد وهي اليوم نتع بخيرات مثل هذه الحضرات وهذه الثروة من المعرفة والعلوم هذا أحد الكتب اللي كتبتها بعد أهداف سبتمبر كنت أرى أني أنا بدي دافع طلب الأمريكان بدوا دوروا عن الكتب وعن القرآن وبدوا يعرفوا عن المسلمين اللي مش قدرين بعد ما قالوا واذا؟ لماذا المسلمين بيستهدفونا؟ بدوا الأمريكان يتساءل وروحوا المكتبات يدوروا على كتب وعلى القرآن فبديت أن أكتب عن تاريخ الإسلام والمسلمين في أمريكا وأحداث سبتمبر والذي جرى لنا بعد هذه الأحداث وأصاب جاليتنا حتى نقول للناس نحن أسهمنا في بناء هذا البلد أمريكا بلد عظيم فيه كثير من وجوه التي نعتز بها في التعايش ويعني الناس فيما بينها وإعطاء الفرص في الشق يقف أمامك أن تصل إليه كإنسان كمواطن في هذا العالم ونت إنسان لك كرامتك وحريتك وتجد معنى ولقد كرمنا بني آدم في مثل هذه البلاد لا أحد يطرق بابك لا أحد يمسك كنا نسافر في كل الأماكن وعمري ما شلت الهوية اللي كان وأنا في غزة لازم دائم أول شيء أخرج من البيت أسأل وفتش جابي يترى الهوية معايا ولا مش معايا وجدت حالي هناك لا بشير جواز سفر ولا بطاقة أو ما إلى ذلك وبتركب طائرات وكل شيء إلى أن وقع بأحداث ستمبر للأسد وكانت صدقة علينا كبيرة جدا في تلك اللحظات بيني وبين نفسي بدأت أفكر طيب هذا العلم وهذا الكم من المعرفة اللي أنا جمعت ألم يأل الوقت حتى أعود به إلى بلد هناك أشياء كثيرة لقد استبدى يلحنين إلى الوطن إلى الأهل ولقد نازعتني كما يقول الشاعر في الخلد نفسي أنا لا بد أن أعود لهذا الوطن هذا الوطن الذي قدمني الكثير وصار حلمي هو العودة للمخي وللغزة ولفنسطين لحظة لحظات كذلك كانت تائماً تصاحبني تلك اللحظة التي يعود فيها إلى الوطن لأنصر على قبر أبي الذي لم أتمكن بسبب ظروف الاحتلال أن ألقي عليه نظرة الوداع وأن أشارك في جنازته رغم أن هذا الوالد ما فارق من كياني ولا حياتي لحظة أني لم تحس بحج المعاناة والجهد والتعب الذي كابده ليرى أب ابنه الذي كان دائماً يوصيه يابويا نفسي أشوفك مهندس واللا بكتور كانت تلك اللحظة التي كنت أريدها أذهب إلى قبر أبي لأنصر على قبره كل تلك الشهادات والألقاب والشهرة وأقول له يا أبد نم قرير العين فقد تحقق لك كل ما تمنيت ورجوك وهذا أحمد وهذا أحمد الذي عاش كل تلك السنين عايشها يحلم أنه يرجع إليك ويحتضنك ويقول لك يا أبا هين جبت لك كل ما تمنيت وكل ما استهيت من الصحادات والألقاب لحظة قلت أبقي كلما تذكرتها أن أفقد أبي وأنا بعيدا عنه ولم أستطع ولم أكن بإمكاني أن أعود إلى أرض الوطن بسبب ظروف الاحتلال لكنها ظلت تعيش معي كغصة لكنها والحمد لله دائما كنت أدعو له أن يتغمده الله بالرحمة لحظة أخيرة كنت أيضا أجد أنه جاء الوقت لهذا الوطن أن أسدد هذا الدين الذي في رقبتي جاءت اللحظة التي كنت أشعر فيها بأنني أصبحت إنسانا بأن بداخلي إنسانا تبتلك غوصة وأنه سيكون بفكري وسلوكه وهذا القلم بكل ما فيه من مداد سيكون صالع سلام ومصدر إلهام ومنارة للآخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر